عقد حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه وأخوه جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية ببيت البركة مساء اليوم لقاءً أخوياً تبادلا خلاله الأحاديث الودية واستعرضا فيه مسيرة العلاقات الأخوية المتينة التي تربط السلطنة وشقيقتها المملكة الأردنية الهاشمية وكفت أوجه التعاون الثنائي القائم بين البلدين بما يعزز أواصر الأخوة بين الشعبين العماني والأردني الشقيقين ويحقق المزيد من تطلعاتهما نحو التقدم والرقي والازدهار حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير غازي بن محمد كبير المستشارين لجلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية والمبعوث الشخصي ومعه لسيد خالد بن هلاد البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني موسيقى موسيقى